السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثناء تجولها في حقل فول خلال فصل الربيع لحظت هندو أن النباتات تحمل أزهارا الصورة واحد هنا نلاحظ نباتات الفول ماذا تحمل أزهار وعند عودتها بعد أسابيع تفاجأت بأن نباتات الفول لم تعد تحمل أزهارا بل ثمارا الصورة الثانية حوما الثمار الثمار الفول هذا يبدو لذيذ نحن أتسأل كيف تحول الأزهار إلى ثمار واه أحسن جيد أدون أجوبتي في دفتر التقصي ثانيا أنجز النشاط الأول لتعرف مختلف عناصر الزهرة يتم إنجاز مقطع طولي لها الصورة الثلاثة إذن مقطع طولي إن كوب لانجي تدينال كوب لانجي تدينال يعني نأخذو زهرتن ونأخمو بي قطعيها بسيكين ثم نلاحظ نسفا لذينا سابالات بتالات 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 سابالات بتال مدقة سادات سابالات 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 ما تنشوفه من تحت إذا كان هاي بتالات بتال سابالات سبال أليف تمت ملاحظة كل من السادات صورة أربعة هذه السادات ها ومقطع مبيض لزهرة صورة خمسة مقطع مبيض لزهرة أكتب كل اسم في مكانه من بين الأسماء الآتية لدينا لدينا بويضات هذه بويضات خيط حبوب اللقاح حبوب اللقاح مبيض مبيض إذن إذن أدن لك من سهم واحد اثنان ثلاثة أربعة ما هذه إذن هذه خبوب اللقاح حسن خبوب اللقاح هذا الحو 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 حو خييط خو خييط خييط وهذا بويضات لا لا المبيض المبيض يحتوي على بويضات بويضات أحسن صورة أربعة حسن العضو الأنثوي للزهرة صورة الخمسة صورة خمسة إذن لأن هذا حبوب اللقاح إنها مثل الحيوان المناوية حسن مثل الحيوان المناوية والبويضات الليلة إذن ماذا نستنتج أنظر أربعة الصورة أربعة هي السادات 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 هي هذا إذن هذا هو العضو تنسلي ذكري للزهرة والصورة ثمانية اش فيها المدق المدقة رأيت ها المدقة هي العضو التناسولي الأنتوي للزهرة يعني الأنت هي ذكر وأنت الزهرة هي ذكر وأنت في نفس الوقت جيم أصنف عناصر الزهرة داخل الجدول الآتي أعضاء وقائية أعضاء توالدية إذن هنا انظر بتلات مدقة سدات سبلات حبوب اللقاح خيط مبيض مويضات إذن أعضاء جيد إذن هذه الكلمات هذه هذه الأسماء هذه يجب أن نضعها في هذا الجدول أعضاء وقائية ماذا يعني وقائية يعني تقي تقي يعني تقي يعني تحمي الزهرة الحماية الزهرة أو الحماية هذه الجهاز توالد التناسل ديالها وأعضاء توالدية إذن أين هي الأعضاء الوقائية هنا البتلات هل هي من الأعضاء الوقائية أو من التوالد المدقة من ماذا انظر بتلات وقائية مدقة توالدية توالدية سدات توالدية سبلات وقائية وقائية وهذه هم كمين توالدية نعم اشترك لكم توالدية وقائية ماذا اشترك وقائية سبلات 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 ماذا لو بلقاح تكاثر جنسي سكي سكسي باتلات تبين الوثيقة الستة عملية الأبر ودور النحلة في ذلك تبين الوثيقة الستة عملية الأبر ودور النحلة في ذلك ألف ما دور النحلة النحلة لدور النحلة هي انظر النحلة تنتقل من زهارة إلى أخر تأخذ حبوب اللقاح لأنا عندما تأخذ الحبوب هي التي تحط الحبوب اللقاح نعم عند البويدة ساتة تقوم بتلقيح الأزهار بعد هذه العملية تعطي الزهرة ثمرة بداخلها بذور كما هو مبين في الصور 7-109 8-7-8-9 لم أسأل هل هناك حبوب من هذا يعطينا حبوب بذور بذور بيضاء هل يعطينا دائمة بذور بعد هذه العملية تعطي الزهرة ثمرة بداخلها بذور كما هو مبين في الصور 7-109 ينهل الكمار وسط الثمرة توجد بذور وهذه البذور هي هذه هذه البذور هي دائمة زرق هي دائمة بيضاء لا تقريبا أو خضراء هل البوايضات الخضراء توجد نباتة؟ توجد الكمار هم؟ انظر انظر ما مصر البوايضات بعد عملية الأبر؟ هكذا البوايضات ما مصرها بعد عملية الأبر؟ هم؟ 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 ماذا؟ هم؟ 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 جذور ما مصير الجنين الذي يوجد داخل البذرة يتحمل الى سمار ما مصير الجنين تحول الى سمار تحول الى سمار هذا الى زرعتي سيعطيك شجرة او نبتة الفون ثالثا ادون استنتاجي في دفتر التقصي رابعا استثمر تعلماتي النشط واحد تبين الوثيقة جانبه دورة الحياة عند نبات شقائق النعماني ألف احدد مظهر النبتة في كل فصل انظر انظر يدينا هنا فصل الشتاء النباتة نبدأ بالفصل الخريف فصل الشتاء النباتة لا توجد نباتة تكون في بعد ذلك فصل الرابع لا ظهور النبتة فصل الصيف ظهور الزهر فصل الصيف سقوط نعم فصل الخريف سقوط البذول ونرجع في فصل الشتاء البذور وبذوره في الأرض نعم وهكذا يتميز إذن أحدد مطار النبتع في كل فصلين إذن فصل الشتاء عبارة البذور داخل الأرض فصل الرابع عبارة النبتع فصل الصيف عبارة عن زهر وفي فصل الخريف تبدل الزهر وتسقط البذور دع أحدد دور كل من الزهرات والبذرات الزهر ماذا تقوم بالزهر الزهر 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 هي التي كان من الزهر ومن لك 저ضينا النابت نا aktivvy2 resigned hatte في الثانين أعطينا أحسنت المتلحن والسطين لا أعطينا الفئة Protect kali السبب والسطين الاعتماد Donc c'est la pollinisation et le dépôt des grains de pollen sur le stigmate L'ovule fécondé se transforme en En graines Libère les grains de pollen Les étamines Libère les grains de pollen Libère les grains de pollen Libère les grains de pollen Je pouvais trouver ces mots avec mon orthographe Parce que là, commençons par la première phrase La pollution Moi, bien sûr, j'ai cru que ça va commencer par un déterminant Et ça doit être singulier Il n'y a que la pollinisation La pollinisation Dans la deuxième phrase, tout était au singulier Il n'y avait pas de pluriel Donc je choisis grain La graine Et dans la troisième Bien sûr Puisque c'est la dernière Je vais la mettre Et deux Ce sont pluriel Et les étamines sont pluriel J'ai cru elen La boule Et les grains La boule Couc La boule La boule La boule شكرا